السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل المتابعين القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب فيه تحديث جديد يعني انا لاحظته تحديث ده جميل جدا جدا وبدأ يظهر بالفعل عند قناة انا شفتها فالتحديث ده جميل جدا لكل القنوات اليوتيوب لو اتطبق فعلا عندنا وان شاء الله يتطبق مع الوقت لان انتوا عارفين طبعا اليوتيوب يبدأ ان هو ينزل التحديث تمام عند بعض القنوات ويبدأ ان هو ينزل عند كل القنوات لو انت دخلت كده على قناة ميستر بيست اخر فيديو هو رفعه خلي بالك احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع مثلا الدبلاجة اللي هو الفيديو نفسه لو انت بتشاهده تمام اه في متصفح باللغة العربية يعني في الدولة العربية مثلا فيبدأ ان هو يظهر الكلام اصلا بيطلع باللغة العربية ولو في حد بيشاهد الفيديو من دولة اجنبية متصفح باللغة الانجليزية في دولة اجنبية يبدأ ان يظهر الفيديو هناك ويشاهده والكلام اللي هو اه الشخص بيتكلم وانش المحتوى بتكلم به بيتكلم باللغة الانجليزية دي الدبلاجة واتكلمنا عنها قبل كده وهتبدأ تظهر في قنواتنا مع الوقت وده تحديث طبعا اتكلمنا عنه جميل جدا ومفيد جدا لقنواتنا ان انت فيديوهاتك تشاهد من دول اجنبية تمام باللغة اللي الشخص عايز يشاهد بها تمام كده ليست فقط كلغة مكتوبة لكن احنا بنتكلم كمان عن اه يعني كلام الكلام نفسه اللي بيطلع الكلام نفسه اللي بيطلع بيطلع باللغة الانجليزية او على حسب الشخص اللي بيشاهد حلو هيبدأ يظهر التحديث ده مع الوقت وكلمنا عنه قبل كده الدبلاجة لكن لما دخل على قناة على اخر فيديو هو عامله تمام شوفوا كده اخر فيديو هو عامله مكتوب كده على الصورة المصغرة تمام هلب بتلاقي ان الصورة المصغرة باللغة الانجليزية تمام يعني هو فيديو اصلا محتوى باللغة الانجليزية مثلا او باللغة معينة فبيحط صورة المصغرة تبقى للغة اللي عنده صح ولكن انا فجأت ان الصورة المصغرة باللغة الانجليزية وده طبيعي ولكن فجأت لما حولت المتصفح فظهر للصورة المصغرة باللغة العربية مكتوب النجدة باللغة العربية يعني كلمة هلب الترجمت لأنجدة وده نستفد منه بايه نستفد منه ان الصورة المصغرة نفسها كمان هتظهر باللغة اللي الشخص عايزها يعني أنا عشان حولت التطبيق بتاعي على جهازي للغة العربية فظهرت الصورة المصغرة باللغة العربية ولو حولته انجليزي تاني بترجع للغة الانجليزية فده طبعا ميزة جميلة جدا أكيد اليوتيوب بيجربها عن مستر بيست وهتبدأ أنها تظهر إن شاء الله وممكن يتكلموا عنها في الفترة القادمة ولكن أنا لاحظت الموضوع ده أن أنت فقط ليس فقط كدبلجة أو كترجمة على الفيديو ولكن كمان حتى الصورة المصغرة تظهر أمامك هتكون باللغة اللي أنت بتشاهد بها فاهميني إزي يا جماعة؟ فدي حاجة جميلة جدا جدا هتساعد أن الفيديو بتاعي من الفيديو بتاعي لما يظهر في دولة أجنبية مثلا لو أنا عملت استهداف وعملت كده أو مثلا عملت تبلجة وفي شخص داخل يشاهد مثلا فيديو ليا من الدولة الأجنبية فالصورة المصغرة باللغة العربية ومش فاهمينها حاجة لكن لا هيكون في ميزة أن يكون في الصورة تظهر وتترجم عنده باللغة اللي هو بيشاهد بها فاهميني إزاي؟ فهيكون بقى في خيار مثلا أنت تضيف أكثر من صورة المصغرة أو الصورة المصغرة الكلام اللي عليها نفسه يترجم بطريقة ما هنشوف لسه الكلام ده لسه لكن انت ادخل قناة ميستر بيست وشوف آخر فيديو هو رفعه اللي هو الفيديو لسه مرفع من 13 ساعة هتلاقي أن الصورة المصغرة ظهرت باللغة الإنجليزية عادي خالص ولو انت المتصفح اللي عندك باللغة العربية أو ان انت مثلا لو ضغطت على صورة اللي هو لوجو قناتك كده على طبيق اليوتيوب وروحت مختار اللغة على صورة اللوجو بتاع قناتك ومختار اللغة اللي هو العربية هتلاقي الصورة المصغرة ظهرت باللغة العربية فده أوشن جميل جدا جدا نقول له رأيكم في التعليقات عن الميزة دهية لو تم تفعيلها على يعني كل القنوات وهي أن الصورة المصغرة تظهر عند الناس كل واحد على حسب اللغة اللي هو بيشاهد بها هتزود نسبة النقر للظهور هيجي لك مشاهدات من دول كتيرة فده هيكون تحديث إن شاء الله جميل جدا جدا ولسه مش منتشر ولا لسه حتى اليوتيوب ولا حد تكلم عنه يعني لسه اليوتيوب ولا الكلام ده يعني فقط بس ممكن بعض الناس اللي لاحظوا هذا الأمر اللي هو لما يدخل قناة ميستر بيستي يلاقي هذا الأمر تحياتي لكم اكتبوا لي رأيكم في تعليقات هذا الفيديو عن الميزة اللي هي الصورة نفسها تكون مترجمة تمام طبعا إضافة ميزة الترجمة يا جماعة على الفيديوهات مفيدة جدا حاول إن انت تضيف الترجمة على الفيديو وانت بترفعه تمام كده مش تخسر حاجة وموضوع الدبلاجة فيه إعدادات بتعملها علشان خاطر تبدأ إنها تفعل عندك إن شاء الله لما تظهر عندنا في الوطن العربي أنتظر تعليقاتكم تحت هذا الفيديو وأهم الفيديوهات اللي انت يعني تفيدك كمنشئ محتوى موجودة على القناة ومسيب لك أهم الفيديوهات في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحت الفيديو تحياتي لكم مع السلامة